السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعة يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابك تعذب اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ومبدئيا الفيديو ده من الفيديوهات الحلوة جدا جدا والوصفات اللي أغلب أولادنا بيحبوها اللي هي البيتزا أو بالضبط بالضبط كده علشان نكون دقوكين الميني بيتزا أنا من الناس اللي متحبش البيتزات الكبيرة تحب البيتزا الصغيرة ليه بقى؟ عشان اللي ياخد واحدة يقولها ونخلص لحد يقطعلي الطرف ولحد يقطعلي حتة من هنا كلها بتبقى زي بعضها وبتبقى طرية وبتبقى جميلة النهاردة أنا نويت خير إن شاء الله نويت أعمل كمية بيتزا كبيرة جدا جدا عندي حبيباتي صديقاتي جايين من رياض وما جايين يعني بقى لهم فترة فلازم نعمل معهم واجب كده ونعمل لهم بيتزا مرة ومحشي مرة وورق عينب مرة عارفين أنتوا لازم كده المهم بقى حبيباتي العسلات اللي بيتابعوني متابعاتي الحلوين يدوني كده لايك مجدع من أول الفيديو فضلا وليس أمرا علشان إن شاء الله بإذن الله العظيم نبدأ نشوف عملنا الميني بيتزا بتاعتنا إزاي عملناها بطريقة حلوة جدا بطريقة سهلة جدا هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ بالعجينة بتاعتنا هننزل بتلت معالي من السكر وطبعا الخطوة دي اختياري اللي حابب يحط الله يحييه اللي مش حابب ممكن يستبعد السكر خالص يعني فيش مشاكل وهننزل بتلت معالي من حليب البودرة طبعا كل المقادير دي هسيبها لكم في صندوق الوصف وهننزل بما يعادل 3 كسات حليب دافي حليب سايل طبعا يا جماعة أنا هعمل كمية كبيرة هعمل 2 كيلو دقيق بسم الله وعلى بركة الله هنزل بعلبة زبادي وأساسي تكون الزبادي في درجة حراط الماضح ما ينفعش تكون بردة جامل تلاجة بردة نحطها هتخرب الخميرة مش هتخمر بسم الله وعلى بركة الله ونزلت بالزبط بما يعادل نص علبة الزبادي زيت تاكت ملحة صغيرة غطى خل خلي بيعمل ايه في العجينة يا جماعة بيخليها لينة بيخليها طرية هنقول بسم الله وعلى بركة الله وندوب الليلة دي كلها بعضها كويس جدا عشان نبدأ اخر مرحلة نحط الخميرة قبل ما نحط الدقيق ونروح نعجينها بسم الله وعلى بركة الله عندي معلقة كبيرة خميرة فورية بس معلقة واحدة فقط لغير وحندوب برضو كويس جدا وبعدين زي ما قلتلكم قبل كده من اساسيات نجاح اي عجينة او اي معجنات او اي خبز لازم وحتما ولابد ان احنا ايه ننخل الدقيق بصوا الحتة بتاعت ننخل الدقيق دي بتفرق جدا جدا في العجينة وفي قوامها وفي شكلها وفي طعمها وفي كل حاجة هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ ننخل الدقيق بتاعنا عشان ناخده ونعجينه في العجينة ان شاء الله بإذن الله العظيم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في ناس كتير بتستسهل وتعجد من غير ما تنخله لأ زي ما قلتلكم دي المنخل بيفرق جدا هنا عجينة خلاص نخلت الكمية كلها 2 كيلو دقيق بسم الله وعلى بركة الله ورحت عجنتها في العجينة وطبعا عجنتها على مرتين لاني لقيتها يعني كبير على العجينة وخفت انها تخرى بالعجينة فقسمتها مرتين وزي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله طبعا جبت شوية حبت البركة كده كا دي كوريشن يعني حطيتهم على وش العجينة وغطيتها من نيلون لاصق عشان لما تتخمر وتنتفخ نشوف شكلها سهلة جدا 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 عندنا نص كيلو طماطم تكون حمرة حمرة ومستوية عندنا 4 او 5 بصلات عندنا 10 فصوص طوم عندنا 2 فلفل حر حر او بارد ده اختياري انا حابة حط فلفل حر عندي زعتر هحط معلقة زعتر في الاخر خالص هسمي وتوكل على الله اخذ الطماطم دي بستخدم برضو معجوم طماطم وبستخدم كاتشاب الطريقة دي انا بعملها مفترة طولة جدا حلوة جدا فيها بركة بسم الله ما شاء الله بصوا فاخر من الاخر اللهم صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام هاخد الحاجات دي كلها وقطعها وحطها في الخلاط وانزل عليها بمعلقة ملح وكمون وكسبرة مش حابة حطوا بهارات غريبة وانزل بالضبط قولوا ربع كاسة مية واخد الحاجات دي اخلطها كويس جدا جدا في الخلاط لحد ما تبقى عصير زي ما انتم شايفين كده يعني يفضل انها ما تتصفاش عشان احنا عايزين قوامها تقيل شوية انزل بالضبط كده بمعجون الطماطم بالعلبة كلها هي كلها حوالي معلقتين ونص او تلف معالق هنزل بها كلها وبرضو اخد الخلط ده واروح اديله كده ضربة في الخلاط عشان نشوف هيبقى يعمل ازاي فطوا على النار هسمي وتوكل على الله وانزل بشوية زيت كده كويسين اسيبهم يسخنوا شوية او يحتروا شوية وسمي وتوكل على الله وانزل بالخلط بتاعي اللي هو فيما بعد هيصبح الصلصة اللي هشتغل بيها وهدهم بيها البيتزا بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده محتاجين نحط ايه على الخلط ده محتاجين نحط معلقة سكر السكر يعتبر يعني زي المادة الحافظة كده عشان لو عناه في التلاجة ما يخربش يعط فترة في التلاجة ان شاء الله بإذن الله العظيم طبعا انا محتاجة اسيبه على النار لحد ما القوام كده يصير يعني يتقل دي معلقة السكر على فكرة ولو حسيت ان هو عايز ملح ممكن احط شوية ملح مع كمون صغيرين فلفل اسود لا ما انصحش به فيه ناس بتحط بصل بودرة وتطوم بودرة والحاجات دي لا خالص ما لهش اي لازمة هنا لو انتوا لاحظتم يعني خلاص هو هيبدأ او بدأ ان هو ايه يعني القوام بتاعه يتقل بعد شوية طبعا هنشيله لحد ما ايه لحد ما نحس ان الزيت طلع على الوجه كده خلاص نعرف ان هو استوى وتسبك وبقى تمام 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 طيب فيه اخر مرحلة طبعا دي المرحلة الاخيرة زي ما انتوا شايفين خلاص هو ده القوام اللي انا محتاجة محتاجة نحط عليه معلقة ونص كاتشاب الكاتشاب بيدي له طعم حلو وبيكون برضو ريحته حلوة طبعا العلبة يعني كانت على وشك خلاص او ممكن فيها شوية صغارين فجلست بقى يعني حاول فيها ايه عشان تنزل شوية نزلتي جي معلقة حلوة فضل ونعمة من رب العالمين هنقلبه قويس وبعدين نسيبه علشان يبرد خالص لحد ما نقطع العجينة ونشوف هناخده ونستخدمه ازاي طبعا الكمية حلوة جدا يمكن التصوير مش مبينها بس والله يا جماعة فيها البركة عملت بيها كمية بيتزا كبيرة جدا وطبق برطمان برطه وحطيت عليه زيت وحطيته في التلاجة هنا طبعا دي الحشوات اللي هحشي بيها البيتزا بتاعتي عندي نقانك مسلوق ومقطع دواير عندي زيت زيتون اسمه ايه ده زيتون شرايح اسود عندي الصلصة اللي عملتها معاكو عندي فلفل الوان مجتع جتع صغيرة جدا واه هي العجينة بتاعتنا اللهم صلى عن النبي شفتوا بقى الحرقات بتاعة حبة البركة هو ده كان الهدف علشان لما تنتفخ كده تدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده ويظهر كده ان في ايه في عجينة منتفخة دونا لايك بقى عشان الشكل الجميل ده طبعا الكمية كبيرة اللهم صلى عن النبي لازم وحتما ان احنا نطلع منها الهوى زي ما انتوا شايفين كده ايوة حول افرغ منها الهوى عشان اسمي وتوكل على الله وابدأ اشتغل فيها اول حاجة هبدأ اخد كل العجينة دي وقطعها جتع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده عشان نبدأ نشتغل فيها انا هعمل معاكو صنية هنا في المطبخ وبعد كده هاخد كل الحاجات دي واخد مفرز صفر افرشه عند الفرن واخد كل الحاجات دي حطها هناك وتوكل على الله وابدأ ايه اشتغل فيها طبعا انا عملت الاتنين دول وكان باقي برضو لسه عجين كتير قلت لما خلص ابدأ اقطع الباقي هقول بسم الله وعلى بركة الله واخد شوية من الدقيق واخد جطعة من العجين اللي انا قطعته وبالراحة بادنا كده هتتفرب معانا بصه في ثواني معدودة زي ما انتوا شايفين هو ده الحجم اللي انا عايزاه الصنية بتاعتي بتاعة الفرن هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ نرس البيتزا بتاعتنا في الصنية الصنية دي حلوة انا بحبها بتاخد كتير بتاخد كمية كبيرة هنسمي ونتوكل على الله زي ما انتوا شايفين وبالشوكة كده ونبدأ ايه نديها يعني غزغزات بسيطة احنا اسفين اسفين اياتها البيتزا طيب يا معبود موضوع الشوكة ده ليه اقولكم انا لان لو ما دينهاش كده بالشوكة وحطني عليها جبنة حطني عليها حاجة هتطيح هتنتفخ والطيح فمش هتيجي بيتزا هسمي وتوكل على الله واخد كده بالمعلقة من الصلصة اللي انا عملتها معاكم وعلى كل جطعة احط بما يعاد المعلقة مش مليانة اون بظهر المعلقة كده افردها سمي وتوكل على الله وافردها زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تمام تمام التمام ما شاء الله ما شاء الله تمام كده بسم الله طبعا يعني دي الصانية دي زي ما قلت لكم هعملها معاكم وبعد كده بقى اخد كل حاجة وروح عند الفرن ما انا مش هفضل راحة جاي اجلس في المكان اللي في الفرن واشتغل هناك لاني عاملة كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تعارفين يا جماعة البيتزا دي بسم الله ما شاء الله تعارفين اني ناس فتحة منها مشاريع يعني انا اعرف ناس في جدة اعرفهم معرفة شخصية عندهم اللي هو الفودوتراك بيعملوا في بيتزا وبيعملوا في ورق عينب وشاي وجهوة والله العظيم يا جماعة بسم الله ما شاء الله ربنا يرزقهم يا رب من واسع فضله يعني بسم الله ما شاء الله يعني سبحان الله ولا إله إلا الله طيب أنا هنا هبدأ أحط هبدأ أحط الجبنة في الأول طيب ليه معبود ما حطناش الفلفل والزيتون لا هنحط الجبنة في الأول وبعدين نبدأ نحط الحاجات التانية عليها عشان الجبنة تمسك في العجينة لو حطينا الحاجات التانية وحطينا الجبنة مش هتيجي حلوة لأن أنا جربتها لازم نحط الأول إيه؟ الجبنة وبعدين نبدأ نحط الفلفل المقطع والزيتون والنقان كل لدي كلها بس بحاول إن أنا نحوش الحاجات اللي طايحة عالصانية عشان ما تلزقش كلها ببعض في الوقت ده أساسي بقى يكون الفرن بتاعي شغال على درجة 180 شغال تحت وفوق قبلها حوالي 10 دقائل عشان ما تعودش وقت طويل في الفرن وتنشف مني كل يا جماعة مكان الفرن سخن كده وجميل ونار وقوية بسم الله ماشاء الله طلعت معنا المعجنات والبيتزا طرية وجميلة وحلوة ومستوية هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ بالفلفل الألوان اللي أنا أطعمه قعبات صغيرة وبعدين بالزيتون الشرايح الأسود اللي عايزي يحط الزيتون أخضر عادي براحتكم بس أنا كان متوفر عندي الأسود هنا النقانج بقى على كل اللي بتزاكد اتنين تلاتة يعني أنا عيالي بحبوها جدا على البيتزا بسم الله وعلى بركة الله بس أساسي يا جماعة تكون مسلوقة تحطها شناية يعني بسم الله ومشاء الله اللهم بارك ودي أول صانية معانا هي اللهم صلي على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام هحطها في الفرن وأوريها لكم بعد ما تطلع بسم الله وعلى بركة الله طيب ودي تاني واحدة هي برضو أنا هنا رحت عند الفرن فرشت بقى مورش الصفرة وجبت الليلة كلها آه مش هفضل راحة جاية يعني المهم زي ما انتوا شايفين دي أول صانية طلعت هي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الريحة والطعم واللون زي ما انتوا شايفين طبعا دي أول وحدة ديتها الوحدة من صديقاتي اللي أنا عاملها لها غلفتها طبعا وبعتها لها ربنا يا ربي يجعلها عليها بألف عافية بسم الله وعلى بركة الله شوفوا التانية بقى صديقتي التانية برضو لما جات بعتت ببنتها عشان تاخدها بصيارتها لقيتها بعتالي سبحان الله ولا إله بعتالي صانية معاها خلونا بقى نشوفوا الصانية فيها إيه والله العظيم ولا هي كتعارفة إن أنا هبعت لها ولا أنا كنت تعارفة إن هي هتبعت لي ربنا يسعيدها يا رب ومو عبد الرحمن الدوسري بقدم لها تحية كبيرة جدا بعتلي صانية مقارونا بالأجبان والنعناع حاجة كده بص فخر من الآخر بزة المعبود مين وكلام فارغ مين المقارونا تغلب حاجة آخر جميل كان لازم وحكما بقى إن أنا أتزوق المقارونا الجميلة دي معاكم اللي بيزة طبعا أنا بعملها كتير عارفين أنتوا اللي بيعمل حاجات باستمرار ما عطوش بقدر أكل منها أنا بعملها كتير جدا يعني أيا لي بيحبوها لكن أنا خلاص يعني ممكن تقولوا إن أنا زهدتها يعني أنا حب بقى أجرب مقارونا تمو عبد الرحمن الريحة اللهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام والطعم بسم الله ما شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يرزقك من حيث لا تحتسبي يا أم عبد الرحمن اللهم أمين طبخها جميل وهي جميلة وستة كده عسل عسل بمعنى الكلمة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لايك ليا ولايك لأم عبد الرحمن مجدعة عشان هي إيه هي حاببتي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة